افتتح الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اليوم ميدان وزارة الداخلية للرماية والذي تم تصميمه وفق أحدث المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال وقد أعرب معالي عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعمه المتواصل لبناء هذه المنشأة الرياضية والتي تأتي في إطار مبادرات سموه المتعددة في المجالين الشبابي والرياضي والتي ساهمت في تحقيق قفزات نوعية في مسيرة الرياضة البحرينية ترجمة نانسي قنقر كما شهد معاليها الحفل الختامي لبطولة الوزارة للرماية الأولمبية وذلك بحضور معالي الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرماية وسعادة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية رئيس الاتحاد الأسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالإضافة إلى المفتش العام ووكيل وزارة الداخلية ورئيس الأمن العام وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية أن الرماية من الرياضات الأصيلة التي نعمل على تشجيعها وزيادة انتشارها منوها إلى حرص الوزارة على المساهمة في مختلف الفعاليات الرياضية مشيدا معاليه بالمستوى الرفيع الذي شهدته البطولة والتي عكست كفاءة الرمات البحرينيين والمهارات المتميزة التي يتمتعون بها مما سعادهم على تحقيق نتائج قياسية وقد أعرب معاليه عن شكره وتقديره لمعالي رئيس الاتحاد البحريني للرماية على دوره المتميز في إنجاح البطولة والتعاون والتنسيق المستمر مع الاتحاد الرياضي للأمن العام وهو ما ساهم في حسن التنظيم وتحقيق الأهداف المرجوة في البطولة وألقى العقيد خالد عبد العزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام كلمة أشار فيها إلى أن تنظيم هذه البطولة يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على النهوض بالشأن الرياضي والارتقاء برياضة الرماية بشكل يمكن اللعبين من المنافسة في البطولات والانطلاق إلى أفاق أرحم بعدها تفضل معالي الوزير ومعالي رئيس الاتحاد البحريني للرماية بتتويج الفائزين في المسابقات الأربع البندقية والمسدس والشوزن والقوس والسهم كما تفقد معاليه معرض الأسلحة والمستلزمات والمعدات الخاصة لفرق الرماية والذي أقيم على هامش البطولة وقد شارك في البطولة والتي نظمها الاتحاد الرياضي للأمن العام بالتعاون مع الاتحاد البحريني للرماية في الفترة من الثالث والعشرين وحتى الثامن والعشرين من إبريل الجاري فرق من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وسادت خلالها الروح الرياضية وشهدت نافسا رياضيا في ظل المستوى الفني الرفيع الذي ظهر به الرماة المشاركون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة